يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتتفرج علي امت اقولكو على حاجة ومحاديش اشتمني انا بصراحة وحشني الدور المصري انا عارف ان انا تشتم كس العالم داخل والملاعب نظيفة والتصوير حلو واللعيبة على اعلى مستوى والدنيا وتيتو الشديد وانا حد يقول انت يا عام كل ده سايب وبتكلم تقولي الدور المصري وحشك اقوله انا عندي فيوزين دربين في دماغي انا بحب اتفرج على المحلة والاسماعيلي والاتحاد انا بحب كده يا سيدي دي ناس شبهي انا بحب الناس دي ناس دي شبهي انا بحب الناس التانية دي بتلعب كرة مش شبهنا انا بحب اتفرج عليها اه لكن انا بحن للي مني فانا بصراحة وحشني الدور المصري وانا في ظل ما انا وحشني الدور المصري كنت قاعد بفكر بالليل كده وانا قاعد بهوي وكل انا عديد بنهوي مفيش كرة ولا حاجة مستنين كاس العالم فجي في دماغي موضوع كان بييجي في بالي او اكتير جدا من وانا صغير يعني هي اللعبة المصريين اللي بيطلق عليهم أسماء اللعبة في أوروبا كان إيه السبب؟ كانت إيه فكرة يعني مثلا هل اللعب ده كان وشه شبه وش لعيب في أوروبا؟ طيب هل والعياذه بالله والعياذه بالله إن اللعب ده استيل لعبه شبه لعيب في أوروبا والعياذه بالله؟ لان اكيد لو في مدرب شاف ان عندها لعب مصر صغير في السن يعني شبه لعب كاستايل يعني في اوروبا اكيد المدرب ده كان بتفرج على كرة بظاهره او ما كانش بتفرج اصلا يعني لان اللعيب الوحيد اللي كان ممكن يتقع عليه كده هو صلاح وماشاء الله الحمد لله اللعيب الوحيد اللي محدش اطلق عليه اسم لعب في اوروبا لانه هو صلاح هو صغير صلاح هو كبير صلاح او صلاح نفسه بقى مارك الناس كلها بقت عايزة تبقى صلاح مبقيتش لماردونا ولا تريزيجي ولا نيدفيد ولا بتاع لا هو صلاح من صغره وهو بقى صلاح كبير وبقى الناس كلها بقت نفسها تبقى صلاح فانا محتاج افكر في المغادرة بصوت عالي معاكو وبرده كده تعالوا نتكلم على اللعيبة وابرز النمازج في اخر 20 سنة مين اللعيبة المصرية اللي اطلق عليها الاسماء دي وليه تعالوا كده ندردش في القصة دي النهاردة لو انت ما تفرج عليها اهما سبسكرايب ولايك وشير وفي جرس تنبيهات يلا بينا بقى ندخل في التفاصيل قبل بقى ما اتكلم على اللعيبة لازم اقول نقطة مهمة اهي النقطة دي انا مش باتكلم على اللعيبة الفالتة او المواهب الفازة في تاريخ الكرة في مصر اللي يعني كان عندهم موهبة كبيرة فلما نقول مثلا ان تريكا شبه زيدان او ان مثلا حازم امام شبه دل بيرو او ان مثلا يعني عندها لعيب فاز كان موجود بنشبهه بستايل لعب في اوروبا فدي مقبولة دي ماشي اوكي يعني اللعيب ده جامد عندنا والعيب متصيط والعيب عندهم مهيبة كبيرة فلما نقول مثلا ان اللعيب ده شبه العيب برا في اوروبا هتبقى مبلوعة هنعديها يعني لكن لما نشوف العيبة تانية يعني بتتسمى باسماء العيبة النجوم جامده وفي اوروبا هم اصلا ما يجوش شنكار في شرابهم فدي حاجة بالنسبة لي تبقى غريبة اول قصة انا شفتها في الحوار ده يعني امناها صغير موضوع اللاعب صلاح امين مارادونا مش محمد صلاح اللي ازاي ما قلتلكم محمد صلاح هو صغير هو صلاح محطش قال علي بقى لا صلاح ميسي ولا صلاح روبين ولا اي حاجة لا اول لعب انا شفت تعليل قصة دي هو صلاح مارادونا كان بيلعف المقاولين وبيلبس رقم 20 طيب صلاح مارادونا ده كان موجود في نفس الوقت اللي كان فيه محمد صلاح وعايز اقولك كمان ان محمد صلاح كان بيقعد صلاح مارادونا دكا يعني ايه سبحان الله يعني المهم صلاح مارادونا ده كان لعيب اشوال بيلعب اكيد طبعا نحية الشمال كان بيلعب ساعات جناح وكان ساعة بيلعب باكلفت حاولت ادور ليه تسما مارادونا مش عارف بس ملقيتش غير تفسير واحد هو اولا مش ابهه خالص ده كده كده يعني فما لقيتش غير تفسير ان هو كان بيرقص كتير واشوال فهتقال ان هو ماردونا طب يا جماعة يعني ده كلام ده كلام طب يتقع لي مثلا خلط الغندور تقع لي مثلا طريق السعيد انما ماردونا ليه يعني ليه مثلا يعني اكتر يعني كمية العبرة اصحف في ماطش عمل وهو يعني في الناشئين بقى ولا في ودي ولا في الدوري رقص كام واحد يعني فبصراح الموضوع كان صعب جدا يعني صلاح ماردونا لعب مولين راح الاسماعيلي وبعد كده هرب على امريكا راح دور هناك على فرقة يلعب فيها ما عارفش وراح كام فرقة تانية في الدوري المهم يعني شطة بكرة هو كمان يعني غير معامل حاجة تدل او يعني تقرب حتى من ناحية ماردونا طبعا نجم الارجنتين ونجم العالم وافضل لعب ديه في تاريخ الكرة ندخل بقى على مرحلة تانية وهي المرحلة اللي تسمى فيها العيبة صغيرة على اسماء العيبة في اوروبا وكان الحوار ده لي علاقة شوية بناشئين الاهلي الكابتن بدر رجب قالك في لقاء تلفزيوني انا كنت بعمل كده عشان احفز اللعيبة مش عارف ازاي بصراحة يعني المهم عندنا مثلا محمود تريزيجي لحد الوقتي بيتقال عليه تريزيجي ويعني ممكن لو حطنا الصورتين جم بعض ممكن يبقى فيه شوية شبه بصراحة يعني بين الاتنين شوية شبه لكن استايل اللعب مختلف تريزيجي كان سترايكر صريح طبعا دي بين تريزيجي نجم فرنسا واليوفي كان طويل حدي بيقولك محمود تريزيجي كان مهاجم هو صغير لكن بصراحة مفيش اي شبه لا في الجارية ولا في الستايل ولا في اي حاجة بين الاتنين فيمكن بقى الشبه في الوش ممكن يعني يكون هو ده اللي خلى يعني تريزيجي تقال عليه تريزيجي المهم يعني ان انا افتكرت كده حوار مش عارف بصراحة الحوار ده حقيه ولا لأ ان شوفت تصريح لديفيد تريزيجيي نجم انتخب فرنسا لما تسأل على القصة دي فقال لك انا ابويا مراحش مصر فانا بصراحة مش عارف الحوار ده حقيه ولكن انا بصراحة لما رأيت التصريح ده دحكت جدا فمحمود تريزيجي واحد من اللعيبة الكويسة المكتهدة لكن برضو مش شبه خالي ستايل ديفيد تريزيجيي نجم فرنسا عندي لعيب تاني في ناشئين الاهلي كريم نيدفيد نيدفيد طبعا نسبة الى بوفل نيدفيد نجم اليوفيو واحسن لها في العالم 2003 نجم اللي تشيك لعيب كالبيه بصراحة 11 وكان شعره اصفر وكان لعيب نص ملعب هيل جدا وكان بيروح وبيعدي وسريعه وراجل اللي يعني لعيب كرة جامل جدا فمش عارف بصراحة ليه يعني كريم وليد نيدفيد اتقال عليه نيدفيد هل مثلا كان هو صغير شعره بني او اصفر شبه نيدفيد اتقال عليه نيدفيد او عشان كان بيلعب في نفس مكانه هل هو كان بيحبه مثلا مش عارف معانا ما اعتقدش بصراح ان هو لحق لا فيه شبه في ستايل اللعب ولا فيه شبه في الوش ممكن يكون فيه شبه في الشعر زمان يعني ايه دي الحاجة الوحيدة لكن اي سبب تاني مفيش اي سبب يخلي كريم نيدفيد يبقى اسمه نيدفيد عندنا برضو احمد رمضان بيكهم ودي بقى غريبة بالنسبالي ده بقى يعني من سبع المستحلات لهو شبهه لنفس الشكل ولنفس الوسامة ولهو حتى بيعرف يرفع ربع العرضية اللي بيرفعها ديفيد بيكهم يعني انا موت افهم ده اتسمى بيكهم ليه هو طبعا كان بيلعف في الاهلي السن اللي قبل اللي فاتت وبعد كده راح سموحة ودوقتي في سراميكا وابل كده كان بيلعف وي ديجلة يعني بيكهم ليه يا جماعة يعني طب انت لما اطلقت عليه بيكهم كان ايه السبب كان ايه الفكرة كان ايه في دماغك كان هو مثلا كان بيرفع كويس طب فين يا ابني ما ولعف في الاهلي ما بيرفعش حتى يعني ربع كرة صح طب شبهه ما منفعش حتى اصلا لحد يكون شبه بيكهم ده بيكهم ده اوسم لعب تريبا ما نجيه في تاريخ الكورة فالموضوع بالنسبة لي مستفز جدا بزرقة في موضوع بيكهم ده لان بيكهم ده لا شبهه في الوش ولا في الشعر ولا في الرفعة ولا في الاستيوة ولا في اي حاجة يعني ممكن يكون شبهه في سبع رجل ولكن بصراحة اكتر من كده لقا يعني فمرضو دي حاجة بالنسبة لي غريبة جدا ندخل بقى على المرحلة التالتة وهي اللعيبة دلوقتي اللي بتلعب في الدوري ولعيبة كبار في السن يعني وبيقال عليهم او بيطلق عليهم اسماء لعيبة جامدة او في اوروبا الدولي المصري كله بقى ميسي يعني اي لعب بيرقص اتنين اتنين بالعدد بقى ميسي احمد عادل ميسي في الاتحاد عندك مصطفى سعد ميسي بتاع الاهلي محمد حمدي الصغير اللي كان في الاهلي ولعب كان ماتش في اخر السن اللي فاتت بقى محمد حمدي ميسي اي لعيب حتى يعني احمد عادل ده بيلعب بيجو اليمين ميسي برضو طب يا ابني انت ايمن مش اشوى لا ميسي برضو فاي لعيب بيرقص اتنين بقى ميسي حاجة بصراحة تعله والله طيب عندنا في لعيب تاني اسمه عبد الرحمن اجويرو مهاجم المحلة والراجل يعني صدق نفسه وسبغ شعره ابيض وهو قصير كده وسمنته يعني مدرجة مدرجة فيمكن ايه قال لك خلاص يا باش انا كده بقيت اجويرو عشان شبه وقصير ومدملك شوية فانا كده ايه بقيت شبه اجويرو مش عارف يعني انت لما عملت شعرك بقيت شبهو طب يا باشا يعني حتى يعني اي نفحة مش عارف هل ممكن يكون شبهو برضو احطو لكم الصورتين كده جنبي اهو وقولولي يا جماعة هل عبر رحمن اجويرو عبر رحمن عاطف مهاجم المحلة شبه سيرجيو اجويرو مش عارف بصراحة القصة دي فيه بقى لعيب تاني محدش واخد باله منه قوي بس انا بقى خدت بالي محمود دبش مدافع البنك الاهلي واعتقد دلوقتي ورح رح فين؟ والله انسيت ورح انت تانية يعني المهم يعني مدافع طويل عامل دي الحسان بقى محمود فاندايك السورتين هم حاسين ان فيه شبه بينهم يلا بقى يا ما جاتش علي لا فيه شبه بينهم يعني فاندايك ومحمود دبش شبه بعض ده غير دبش بتعمل حد شربي اللي كان فالفوه عشرة بيبعط له ايميلات يعني لك انا باتكلم على دبش المدافع واعتقد هو راح المصري والله انا فاكر راح فين والله مش فاكر مهم يعني فاندايك وفاندايك الدول المصري محمود دبش نيجي بقى على كريم هلند البكرايب بتاع المحلة انت خدت بالك من انا قلته يعني كريم هلند وبكرايت لو اصلا مش مهاجم ومش سفاح طب يا باشا انت ليه كريم هلند قالك انا ما اقولش عن نفسي كده انا صحاب يوم ما الليه عليا كده عشان طويل شوية وعمل شعري كده فانا بقيت شبه ماشي يا عم انا مجاتش عليك يعني احنا كده خلصنا تقريبا كل اللعيبة فيه لعب كان اسمه محمد فاروق بنزيمة كان بيلعب في 2017 و 2018 لعب مع الاتحاد ولعب مع حرس الحدود لكن هو توفاه الله فانا ما كانش ينفى ان انا اجيب سيرته او احضر عليه لربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته دي كده اللعيبة كلها اللي انا حاولت ادعبس عليها سواني كده اتأكد برضو كان فيه حد ثاني و لا اه لا انا كده قلت كله يعني انا كده ما اعتقدش ان انا فوت حد انا كده قلت كل اللعيبة دلوقتي الموجودة في الدول وهتلاقي بقى اه لعبة تانية كل سنة بتطلع ده يقولك بقى انا بكرة اتلاقي بقى محمد مبابي وبعد بكرة بقى عبده واص اي في سيد نمار دي نانسيت ازاي يا لهوي سيد نمار تب سيد نمار ده يا جماعة يعني في الزمالك شبه نمار في ايه يعني هو الراجل اصلا يعني يعني مفيش اي اسكلاب يعملها ده هي المرواحة بتاعت حزن امام اللي بيعملها من 2009 عادي وخلاص يعني الراجل ما عندوش اي مهارة من من ربع مهارة نمار تب شبهه انت شايفين شبهه مش شبهه طب ازاي مش عارف اعتقدنا كده يعني غطيت كل اللعيب انا مش ناسي حد زي ما قلت لكم هتلاقي بقى ابراهيم مبابي تلاقي مثلا العيب تاني طلع جديد على الساحة مثلا ايه محسن بيلنجهام اه صحيح ده انا نسيت كمان غير حوار محمد بيلنجهام ده والكلام ده ده كمان فيه لعيب في امبي اسمه حواش تقريبا بتالعليه فودن عشان عامل نفس القصة وشبهه يا كواس انها افتكرت والله انا كده تريما اتجمعت لكم كل اللعيبة حتى جمان دلوقتي انا بافتكر اللعيبة ما كنتش محضر لها اصلا يعني فيه فودن في امبي برضه يعني عشان اعمل حلقة زيه يعني بوص يا جماعة كل ما الحلقة هتطول كل ما افتكر لعيب اكتر فكفاية كده اول حد كده دي اجمعها حلقة النهاردة حلقة خفيفة كده قبل كاس العالم لو انت ما تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وفترج تنبيهات اشوفكم الحلقة اللي جاية سلام